السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة احنا هنتكلم عن ثلاث مواقع اللي نقدر نقول عليهم المرحلة التانية من شغل الفريلانس المرحلة الاولى من شغل الفريلانس اللي هي مواقع الخدمات المصغرة مواقع الخدمات المصغرة احنا هنا بنتكلم عن خمسات بنتكلم عن الخدمات دي اللي هي ممكن تبدأ الخدمة الواحدة بخمسة دولار وتكلمنا في الجزء الاول من الكورس عن الخدمات دي. دلوقتي احنا نخش على مواقع تانية هناخد اهم واشهر تلات مواقع فيهم اتنين بالانجليش وواحد بالعربي. عندنا اوبورك اوكي اوبورك ده اا كان زمان موقعين مش موقع واحد تقريبا في واحد اسمه والتاني ايلانس هما اللي اتنين عملوا دامج مع بعض وبقوا اوبورك ده يعتبر اكبر موقع في مواقع اللي هي المواقع الكبيرة اه على الانترنت بشكل عام يعني الموقع التاني هو برضو نفس النظام الموقع التالت هو موقع مستقل بالعربي. موقع مستقل هو تابع لشركة حسوب. فخلينا نبدأ ان احنا نتكلم بشكل عام عن المواقع دي. بس قبل ما نتكلم عن المواقع دي خلينا ناخد نظرة عامة على موقع حسوب والاحصائيات بتاعته عشان تفهموا ان الدنيا مش صغيرة الدنيا كبيرة جدا جدا وفي يعني اه حسوب احنا هنا هوريكم الارقام اه والاحصائيات بتاعته والاحصائيات دي تقدر تضربها في اتنين وفي تلاتة بالنسبة لموقع فريلانسر وموقع اه اوبورك. عندك في مليون مستخدم مسجل في حسوب. في مليون وخمسمائة الف شخص بيزوروا الموقع شهريا. عندك تسعة مليون صفحة بيتم عرضها شهريا. عندك كم العمل اللي تم تنفيذه وكم المشاريع اللي تم تنفذها هي سبعمية واربعين الف يعني احنا دخلين على مليون او تلاتة المنصة بتاعت حسوب او المنصة بتاعت مستقل يعني بشكل عام. نخش بقى على الحتة المهمة جدا جدا هنا. بيقول لك اربعة مليون وامتين الف دولار ارباح تم دفعها للمستخدمين. انت متخيل اربعة مليون وامتين الف دولار تم دفعها لناس بيشتغلوا على النت من البيت. احنا هنا بنتكلم على او المرحلة التانية من شغل الفريلانس. شغل الفريلانس انت احنا شرحنا ازاي انك انت تكسب خمسة دولار في الخدمة. عشرة خمستاشر. احنا هنا بنتكلم عن خدمات بتبدأ من خمسة وعشرين دولار لعشر تلاف دولار. انت متخيل الرقم عشر تلاف دولار انت ممكن تكسبهم في اه تخليص واحد على المواقع دي. فالمواقع دي طريقة عملها مختلفة شوية عن طريقة عمل اه خمسات وفايفر. ليه بقى? اللي ان في خمسات وفايفر انت بتعرض خدمتك وبيجي لك العميل يطلب منك الخدمة دي. تمام? اما في موقع زي موقع مستقل وموقع زي موقع وموقع زي موقع زي موقع انت بتعمل بتاعك الصفحة الشخصية اي سي فيي. اوكي? على الويبسايت وتعرض فيه خبراتك وتعرض فيه الخدمات اللي انت اه قدمتها قبل كده. وتعرض فيه الاعمال اللي انت انجزتها قبل كده. وبعدين لما ييجي العميل يروح ايل انا عندي البروجيكت ده البودجت بتاعته مثلا خمساتلاف دولار او خمسمائة دولار. انا عايز ان انا مثلا اعمل اه ترانسليشن لويبسايت. انا عايز ان انا اعمل اه ترجمة مسلا لكتاب. انا عايز ان انا اعمل اه لوجو احترافي قوي بمئة دولار. انا عايز اعمل اه اه تصميم موقع بشكل كامل. ايا كان الخدمة او ايا كان المشروع اللي هو عايزه انت بتبدأ تدور في المشاريع على المشروع اللي يتناسب مع خبراتك انت. وبعدها مش العميل هو اللي بيجي لك وبيطلب منك الخدمة. لا ده انت اللي بتقدم عرضك. انت اللي بتقدم العرض بتاعك. فدي اه بالنسبة للمواقع بتاعة وفريلانسر وآه مستقل. هنبدأ ان احنا الفترة اللي جاية هنشرح ازاي انك انت تسجل في في وازاي تسجل في وزاي انك انت تسجل في مستقل وبشكل نعم انت لو سجلت في خمسات فانت مسجل في مستقل بس محتاج انك انت تعمل للبروفايل بتاعك على مستقل لانه ايه يعني اه هو تابع لحسوب وخمسات برضو تابع لحسوب بس ايه في بيانات اضافية انت هتحتاج تضيفها في موقع مستقل.